السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. النهاردة هنتكلم عن حاجة حلوة قوي. ممكن نحطها للفراخ بتاعتنا لو احنا المكان اللي احنا بالربي فيه مفوض الشمس. او زي ما انتو شايفين اتجاو دلوقتي الشمس مش بتطلع يعني غير نادرا ولا ما بتطلع بتبقى بطيئة قوي. فده طبعا بيأثر على انتاج البيض عند الفراخ. السقعة وعدم وقلة الشمس. كل ده بيأثر على انتاج البيض عشان كده لازم نديهم عناصر مهمة توفر او تعود عن النقص اللي هم بيشوفوه ده. فالمكون هنتكلم عنه النهاردة حلوة قوي ورخيص مش غالي. هنحط منه مجرد نقط بس. على المية. وهتشوفي النتيجة بتاعته في خلال اسبوع ما شاء الله لك وتقلا بالله. تحفى جدا جدا. هتلاقي انتاج البيض زاد عندك. وكمان حجم البيض ما شاء الله بقى حلوة جدا. الفراخ اللي احنا شايفينها ديت فيها فراخ بلدي مشعر وفراخ جميزة. الفراخ الجميزة قليلة. الفراخ الجميزة يا جماعة اللي هي هناك اللي هي من القاطة ابيض في السود. والفراخة اللي هي بيضة دي. اللي جاية على لطشت دي. دي فرخة بلدي مشعر. وبرضو الحمرة دي اللي اندخلت وخركت البش دي بلدي مشعر. الفراخ الجميزة معروف لها شكلها بس هي اللي قدامنا دي. الفرخة اللي هي وقفة قدام الطبق الاخضر دي. ريوة اللي حاتت وشها في لطشت دي. دي دي جميزة. تشايفها عاملة ازاي? منقطة هي سودة ومنقطة بنقط بيضة. طيب الفرخة السودة خالص اللي جاي عليها دي. دي برضو بتلاقيها في الجميزة وبتلاقيها في البلدي الهاجين. اني خلي بالك ان البلدي الهاجين بيبقى متهجن باكتر من نوع وباكتر من سلالة. فبيبقى التفريق بينهم يعني شوية مش مش هيتلاقي كل الفرخات اللي عندك لون واحد. او نوع واحد. يعني مثلا الفرخة البيضة دي. اه ده النوع اللي هو بيقوله عليه اللهما تقريبا حاجة زي كده. اه النوع ده حروي جدا جدا في انتاج البيض. وفي بيقوله عليه اللي هو المنتزه الفدي. في بتسمى كده في بعض المزارع منتزه الفدي. اللي هو اللي بيبقى ابيض. وفيه اللي رقبته فيها حاجة بسيطة كده اصمر. فالفراخ بالزاد يعني عشان تحديدي اللون من تحديديها من لونها صعب. لان الالوان بتبقى شبه بعضها. لانه كله بيبقى متهجن. وما دلوقتي امسابوش فراخ في حالها يعني. زي ما انتو شايفين كده انا ما بحطش لهم اكل خالص. اه الصبح غير حاجات ازا كان اكل بيت ازا كان خضرة ازا كان حاجة زي كده. وبسيبهم علشان يبقوا جعانين لما حط الاكل اللي انا عاملها اللي هي الخلطة بتاعت الدي شيشة والاكل اللي انا عاملها ده مع العلف اه يكلوها كويس. يعني لازم تجوائي الفراخ بتاعتك بس مش اللي هو تجوائي الموت يعني. طبعا الفراخ البلا دي جميلة جدا في البيت. يكفي ان انت بتاكل بيض نضيف اه وبيض عرفيه وضمناه ان هو كويس ونضيف. حتى لو كانت اه من نسبالك متعيبة شوية بس بجد انت هتاخدي حاجة حلوة. بعد كده مش تقدر تشتري من بره. مش هتقدر تشتري من بتاعت الناس اللي يعني الغريبة ديت هتبقي خايفة. اي لازم كان حط ثقة بقى ويبقى كده من حظك يعني. اه الناس اللي بتحب التربية اه طبعا تربية الفراخ مفيش احسن منها. بذات لو عندك مكان. والدنيا حلوة معي كيف. تربية الفراخ وان شاء الله بازن الله على شهر تلاتة كده او شهر اربعة. هنجيب مع بعض اه دورة فراخة للبيض. احنا ورزقنا بقى. يا اما لقينا الجميزة البياض. يا اما لقينا البلدي الهاجين او المشعر. الاتنين حلوين ما شاء الله لقوة الا بالله. انتو فاكرين كان عندي تمن فرخات من البلدي المشعر. لسه مبشرين بالبيضة الله اكبر ما شاء الله لقوة الا بالله. بيضة بتاعتهم كبيرة وحلوة. تهجين بتاعهم ما شاء الله حلو. بالرغم ان هم بيطيوا شوية على بالا المبادو. وجابولي جلطة. كان ناس كتير اوي بيشتوكوا سبع شهور ومش رادين يا بيضو. فعلا قاعدوا كتير اوي. قاعدوا ست شهور كتير على بالا المبادو. بس اه ما شاء الله لقوة الا بالله. اه انتاجهم بيعوض. يفضل ان انت كل سنة يبقى عندك انتاج جديد او عندك جيل جديد علشان تحس بانتاج البيض اللي موجود عندك. الفراخ لما بتبقى بايته من سنة للسنة ممكن كل يومين كده تريح لها يوم. فمش هتلاقي البيض باستمرار كل يوم كل يوم لا. هتلاقي كل يومين كده مرياحة لو انت بقى شغلة وتعبانة وفيهم وعملة كل الحاجات زي ما احنا ببنعمل كده برضو انتاجهم ازاي اللي لسه جديد اللي بيقى ما شاء الله بيبيت كل يوم. اول سنة الفراخ دي بيبقى انتاجها عالي. فدي حاجة ميزة كويسة وحاجة حلو. هبقلك بقى على العنصر المهم اللي احنا عايزين نستخدمه النهاردة. وليه هنستخدمه? اولا احنا هنستخدمه لانه ما شاء الله لقوة تقليل. فيه آآ كالسام. بيعوض الكالسام اللي ناقص للفراخ. فبيعالج لو انت الفراخ عندك البيضة بريشت. البيضة تارية. ريشة بتاعتها مش جامدة. بيعالج ان الفراخ ينتاج البيض بتاعها قليل. بيعالج حاجات كتيرة قوي. الكلسام مهم جدا للفراخ. هلأ انا ما استخدمت واستغن عن الكلسام? لا طبعا. انك تخطي الكلسام الواحده ده مهم برضو. مهم جدا. المكون اللي نستخدمه النهاردة حلوة اول الكلسام. حلوة اول عزام الفراخ. حلوة اول تعودهم عن فيتامين دال. فيه فيتامين دال. هو مش هو مش كلسام. هو بيزود امتصاص الكلسام. يعني بيخلي الفرخة لما تاكل جسمها يمتص الكلسام من الاكل. ده مش بديل للكلسام يا جماعة ولكن هو آآ حلو جدا لتعويض عن الشمس. لزيدة انتاج البيض. لعلاج البيضة اللي برشت. لعلاج الملع لوجود كساح. اللي هو الملع لوجود دين عزام عند الفراخ. آآ اللي الجسمهم ما بقاش طري كده وضعيف. آآ كل ده آآ بيعالجوا المكون البسيط اللي احنا نستخدمه ده. هي آآ اللي هو الفيدروب اللي انت شايفينه قدامكو دوت. الفيدروب ده آآ آآ للاطفال. معارفينه كلنا هو بشري. آآ بيبقى معها اضطارة اللي انت شايفينها دي اضطارة. آآ بتبقى جميلة جدا. آآ بناخد خمسة سنتي منها على كل لتر مية. خمسة سنتي بالقطارة دي على كل لتر مية. آآ بنحطه حوالي ثلاثة ايام كل اسبوع. بيعود يعني كبير جدا بينه وان انك ما تستخدمهوش. بتلاقي الفراخ ما شاء الله صحة حلوة وحيويتها عالية. وجسمها حلو. وبتقدر يعني مثلا الفرخة لو وقت ما تنكسرش بسهولة. لو حد مسكها ما تلاقيش جناحها تفرتك في ايده. فيه كده فراخ تلاقيها عاملة زي البسكوت. ليه? لانه ضعيفة. والضعيفة دي عمرها ما هتنتج عشان تكون يعرف. الفرخة ضعيفة عمرها ما هتنتج لك بيت نهائي. فلازم احنا نكون بنقويها وبنديها التعويض بتاعها اللي هو الفيتامينات والاملاح والحاجات دي. فالفيتامين ده حلوة قوي قوي قوي. اتمنى ان انتو تستخدموه باستمرار كل اسبوع. حتي منه تلاتة ايام ورابعة بالزاد في الفترة اللي احنا فيها دي. هو مناسب للفترة اللي احنا فيها دي. مناسب لفترة البرد وفترة الساعة. وانه مفيش شمس. فلازم احنا نعوض في نقص فيتامين دا دا. كمان فيتامين دا المهم جدا في رفع المناعة. يعني هيخلي الفراخ بتاعتك ما يجيش لها امراض. ما تاخدش برد. ما تاخدش بسهولة. ما يجيش لها اي شطة من الشطط اللي بتيجي بسهولة. بيبقى جسمها في فيتامين دا دا. يعني المناعة بتاعتها قوية وعالية. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اه ما اوعوا بالله عليكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وتشتركوا في القناة لو بتشوفونا الاول مرة. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ومع تحياتي وحبي وتقديري لكل حبيبي المتابعين. انا سعيدة بكم جدا والله ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من زوءكم ولا من اخلاقكم الجميلة. وربنا يديم علينا الاخوة والمحبة. اه اتمنى لكم دايما كل خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.